موسيقى مرحبا، اسمي روزي ماكستن وأنا بشتخل على المخطوطات العربية في المكتبة الشرقية في جامعة قديس يوسف في بيروت موسيقى موسيقى اليوم بدي أحكيكم شوي عن المخطوط رقم 435 من هايدي المكتبة المخطوط نسخة في بداية القرن الثامن عاشر وهو مكون من تقريباً مية وخمسة عشر ورقة هو مكتوب بخط النسخ الخط ضايق شوي بس كتير حلو ومنعماق المخطوط يحتوي على الأنجيلة العربة وهي طبعاً ماتا، ماركو، سلوقة ويوحنة وهيدي ترجمة العربية معروفة باسم الأنجيل الطاهر والمسباح المنير الزاهر وهي مستخدمة في المذهب الملكي بدي ركز على عدة ملاحظات في نهاية النص وأزدي بذلك نصوص إضافية أو مارجنال نوتز، ماش جزء من النص الرائسي، وهي تروينا قصة كتير مهمة وشيقة عن أصول المخطوط وأولاً المخطوط فيه كوليفون كتير رائع في نهاية النص وفي الكوليفون منلاقي عادة تفاصيل مهمة متعلقة بسياق كتابة أو نصاخة المخطوط مثلاً تاريخ نصاخة المخطوط وهو 1713 واسم الكاتب وهو فتح الله ولد سفراسي وكمان منلاقي تفاصيل إضافية عن هيدا الشخص مثلاً مذهبه الديني وهو أرثوديكسي وأصوله وهو سوري من مدينة حلب وإضافة إلى هيدا التفاصيل المهمة الكوليفون كمان بسجل محال كتابة المخطوط وهو مدينة تبريز وهيدي المدينة اليوم في شمال غرب إيران والمهم إنو الأصول الجغرافية يلي يمثلها هيدا المخطوط كتير نادرة وذلك إنو أخلب المخطوطات العربية في المكتبة الشرقية وخصوصاً من هيدا الحقبة التراخية كانت مكتوبة أو مشترة في أماكن أقرب بكتير مثلاً في لبنان أو في سوريا وليس في إيران فكمال هيك هيدا برأي شي كتير مميز ونادر عن هيدا المخطوط فهلاً وصلنا إلى الملاحظة الثانية يلي بدي أحكي عنا اليوم فتحت الكاليفون منلاقي ملاحظة مكتوبة بخط مش كتير حلو بتسجل وهب هيدا المخطوط لمرسل يسعي اسمه السرفيم سكوني ومبين من اسمه إنو هو كان من إيطاليا في سنة 1887 على يد حداً من قرية معاد في جبل لبنان قريبة من مدينة جبال العتيقة فخلينا نتوقف لحظة عند هيدا المعلومات المخطوط كاتبو حداً بيسفحالو حلبي بس بالواقع نسخو في مدينة تبريز ثم بعد شي مية وسبعين سنة صار المخطوط في حوزة واحد من قرية معاد في جبل لبنان ما منعرف قديش دل المخطوط مع هيدا صاحب بس منعرف إنو عطا لخوري يسعي وبعدين صار المخطوط رأم 435 جزء من الماتبة الشرقية في بيروت التفاصيل الثمينة الموجودة في هيدا الملاحزتين تشير إلى أهمية هيدا النصوص الإضافية أو marginal notes يلي منلاقيها عادة في المخطوطات العربية وكمان دورها في فهم الشخصيات والأماكن المتعلقة بوجود هيدا المخطوطات ذكر مدينة تبريز كمكان نصاخت هيدا المخطوط بيخلي الواحد يفكر في مسائل اجتماعية تاريخية مثلاً وجود أفراد أو مجتمعات سورية ملكية في مناطق إيران في القرن الثاني بس بنفس الوقت بذكرنا بمسألة الهجرة والانتقال الديمة خلال هيدا الحقبة تاريخية وكيف تصير المخطوطات منظار منشوف من خلالها عفعال أشخاص أو مجتمعات معينة في الماضي تحت أي ظروف أو بأي طريقة انتقل هيدا المخطوط مسافة تقريباً 1500 كيلومتر يمكن رح نقدر نسأل هيدا السؤال يوم من ما بس بهيدا الحزة فينا نعتبر حالنا محصوزين إنه المخطوط وصلنا سالماً من هيدا رحلة ترجمة نانسي قنقر